احنا من خبرتنا بالموج السابقة اخي محمد الموج السابقة اخذت حوالي سبعة اسابيع حتى وصلتنا للذروة تمام تمام والموج كامل الموج كامل السابقة اخذت حوالي 14 اسبوع اذا بنتطلع المنحن الوبائي من بداية صعوده حتى بداية استقراره اخذ 14 اسبوع الان لسوء الحظ ان هذه الموجة صرنا قاطعين فيها ثمن اسابيع وباعتقد ما زلنا بعيدين عن الذروة بمعنى ان سرعة انتشارها وتفاقمها يبدو انها اشد من الموجة الاولى ولذلك احنا الان يمكن بالاسبوع الثامن ولم نصل للذروة وباعتقد مش راح نصل للذروة قبل نهاية هذا الشهر على اقل تعديل ولذلك من هون انا بقول الوضع مقلق جدا اتوقع ايضا ان مدة هذه الموجة ستطول عن 14 اسبوع اللي هي عمر الموجة السابقة ومن هون يمكن هذا الخوف اللي بدأنا نلمسه وخاصة بعملية تصاعد نسبة الايجابي لفحوصات البي سي آر زيادة الدخالات اليومية للمستشفيات والضغط على المستشفيات الذي لم نعهده في الموجة السابقة طيب دكتور في قضية الضغط على المستشفيات وفي قضية الفحوصات اللي انت ذكرتها اليوم البعض يقول اننا نقارن اننا في الموجة الاولى كنا نجري 20 الف الى 25 الف فحص يومي وفي اعتى اعتى اوقاتنا في الموجة الاولى فحصنا 30 الف اليوم احنا الحد لدنا 44 الف ونصل الى 50 و 54 الف اخي الكريم بغض النظر بغض النظر عن عدد الفحوصات المخبرية وبيدي اغض النظر ايضا عن عدد الحالات يعني انا لما بقول 9000 حالة و10000 حالة سجلت اليوم مبارح مثلا هذا لا يخيفني بقدر ما يخيفني نسبة الايجابية هلا لو بسجل 10000 حالة باليوم ونسبة الايجابية 7 بالمية انا بكون مبسوط جدا بس لما تصير 20 بالمية بتخوفني حتى لو اني فاحص 30 الف هلا اليوم بتقول لي سجلت 9500 وفحصت قديش اليوم 45 الف عينة بكرة افحص 60 الف راح تطلع كمان قد نصهم ولذلك ما يعول عليه وبائيا كمؤشر وبائي هو نسبة الايجابية لفحوصات البي سي ار من كل 100 عين بتفحص قديش بطلع عندك ايجابي تمام نعم الآن وصلنا لعشرين بالمية واكثر نسبة وصلناها بالموج السابقة كما نذكر جميعا نعم اربعة وعشرين بالمية اتمنى 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 يعني هذا في بعض الايام انا بحكي عن اسبوع اه فضل بالاسبوع 46 اللي هو ذروة الوباء في الموج السابقة وصلنا اربعة وعشرين بالمية